السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم فيديو اليوم سيكون خفيف سنحكي فيه عن طريقة نقل واستنساخ الويندوز من قرص إلى قرص ودي علامة تفعيل الويندوز الرخمة اللي بتطلب منك انك تفعل الويندوز مع كيز فان رابط الموقع تحت الفيديو مع الكوبونات زي ما انتم ملاحظين خصومات جدا جميلة وضخمة على ويندوز 10 و ويندوز 11 والمايكروسوفت اوفيس وكثير من البرامج طبعا بكل بساطة كل اللي عليك فقط انك تروح على الشي اللي انت حاب انك تشتريه مثلا ويندوز 10 باي بعدين تختار الكمية من هون تزيد او تنقص بعدين اذا كان في عندك كوبون خصم بنحط كوبون الخصم من هون وبنحكيله apply discount وطبعا بإمكانك انك تدفع من خلال تروح على proceed to check out بتحط معلوماتك كاملة هون على اليسار وبإمكانك تختار انك تدفع اما باستخدام البطاقة فيزا او ماستر كارد او بإمكانك تدفع باستخدام البيبال وتعيش حياتك وتفعل الوندوز وتستمتع بمزاياه الكاملة بسيريال تفعيل اصلي مدى الحياة ان شاء الله بداية يا جماعة الخير بدنا ندخل على هالموقع رابطه موجود تحت الفيديو بالوصف او باول تعليق رح نزل البرنامج اللي موجود على اليسار اللي هو AOMEI Backcover Standard اوكي؟ هاي النسخة المجانية والنسخة المجانية فيها كل شيء احنا بنحتاجه ان شاء الله رح تعمل داونلود من هون وتثبت الجهاز عندك او تثبت البرنامج عفون عندك على الجهاز بعد تثبيت البرنامج وتشغيله زي ما انتم لاحظين البرنامج واجهته سهلة كل اللي عليك فقط انك تروح على خانة الكلون من هون بعدين نختار ديسك كلون وزي ما انتم لاحظين يا جماعة الخير بيحكي لك اختار لي اللي هو الدسك المصدر او القرص المصدر اللي انت بدك تأخذ منه الملفات فانت رح تيجي على الاقراص اللي عندك هون بدك تكون عارف شو هو القرص تبعك اللي موجودة على الوندوز فانا بالنسبة لي قرص السي زي ما انتم لاحظين قرص السي عندي مجزة الى اجزاء فالبرنامج لما يجي يعمل كلون او استنسخ للوندوز من القرص رح يستنسخ كل هاي البرتيشنز او الاجزاء اللي موجودة داخل قرص السي تمام فيعني رح يقوم بنسخ كل شيء موجود يعني بعد ما تخلص انت العملية وتفتح القرص الجديد رح تدخل على سطح المكتب رح تشوف نفس ايقوناتك نفس ملفاتك اللي موجودة على سطح المكتب نفس كل شيء تعريفات الجهاز موجودة ان شاء الله كأنه نفس الهارد ديسك ولكن بهارد ديسك جديد طبعا بداية زي ما حكينا بنختار القرص السورس او اللي هو المصدر اللي بناخد منه الملفات فرح اختار قرص السي بعدين رح تحكي له نيكست ومن هون بحكي لك اختار لي الديستانيشن ديسك اللي هو القرص الوجهة يعني القرص اللي رح يتم الاستنساخ عليه او اللي رح يتم اضافة الملفات عليه فهون بدك تختار القرص اللي انت بدك تحط عليه الملفات طبعا في ملاحظات بسيطة لازم تعرفها ان القرص اللي انت بدك تنزل عليه الملفات لازم لا يقل حجمه عن القرص الاولاني او حجمه لا يقل عن حجم الملفات اللي موجودة في القرص الاول ثانيا عملية الاستنساخ بالطول ورح تاخد معك ممكن ساعة ساعتين ثلاث ممكن تمد لأربع وخمس ساعات أول شي على حسب حجم الملفات الموجودة عندك في القرص ثاني شي لأنه هاي النسخة المجانية مش المدفوعة فالنسخة المجانية بيكون معمولها لمت لسرعة النسخ ولكنها كافية وتفية في الغرض مش محتاج انك تشتري المدفوعة طبعا من هون بدنا نختار القرص اللي احنا بدنا نحط عليه الملفات مثلا نحكي له دي طبعا عند اختيار القرص رح يقوم بفورمات كامل للقرص دير بالك إذا القرص الثاني اللي انت بدك تنزل عليه الملفات كان فيه اي ملفات مهمة بالنسبة لك خدها احتياطا لك انت لانه رح يتم فورماتها ورح يتم تجزئة القرص من جديد فبالتالي بعد ما تختارت destination disk كل اللي عليك انك تحكيله next طبعا هون رح يحذرك انه بحكي لك اذا كان فيه عندك ملفات رح يتم حذفها من القرص الثاني مش الاول فانت كل اللي عليك انك تضغط على اوكي رح يعطيك شعار مدور ويبدأ في العد على اساس انه يعمل كلون او استنساخ طبعا انا مش محتاج ان اعمل استنساخ فبالتالي مش رح اكمل معكم العملية لانها سهلة كلها عبارة عن اختيار قرصين ثم next تنتظر عليه لحد ما يخلص لا تطفي العملية لانه اذا طفيت العملية رح يتخرب كل شي رح ترجع تعيد من اول فبتنتظر عليه لحد ما يخلص وبعد ما يخلص كل اللي عليك فقط انك تعمل اعداد بسيط في البيوس على اساس انه يشتغل معك الجهاز حاليا كل اللي عليك انك تعمل restart للجهاز واول ما يشتغل الجهاز رح يظهر لك تحت الشاشة press كذا عشان تفوت على البيوس طبعا هاي النقطة ما بقدر اني احكي لك شو تكبس لانه كل ماذر بورد الها الزر الخاص فيها فانت انتظر لحد ما يكتب لك على الشاشة تحت press كذا او اضغط كذا عشان تدخل على البيوس تضغط الزر اللي طالع لك رح يفتح معاك البيوس طبعا بامكانك انك تحدد لpriority او اولوية البوت من خلال الاشي اللي ظاهر امامك زي ما انت نلاحظ اذا كان في عندك منه على ماذر بوردك بامكانك تسحب القطع يمين وشمال او الاشياء حسب هارد ديسك او سي دي او غيره فاحنا بنمسك الهارد ديسك الجديد اللي احنا عملناه نسحبه ونخليه اول شيء عشان يكون هو لpriority الاولى او الاولوية الاولى في حال كان هالاشي مش موجود عندك وكان في عندك اشي اسمه مثلا ايزي مود وادفانست مود اتأكد انه انت موجود على الادفانست مود وابحث في الستينجز الخاصة في الماذر بورد على اشي اسمه البوت واول واحدة موجودة من خيارات البوت اختار فيها دايما الهارد ديسك الجديد اللي انت حطيته على الجهاز واللي عملت له او اللي عملت عليك لون وبعد هيك سكر البيوس وعمل سيف للستينجز او الاعدادات الجديدة تأكد انه انت عامل سيف لانه اذا ما عملت سيف كأنك يا بو زيد ما غزيت وبعد هيك رح يفتح معك الويندوز على الهارد ديسك او القرص الجديد ولهوان يا جماعة الخير انا بكون انتهت من الفيديو ان شاء الله يكون عجبك وافادك عجبك لايك ما عجبك اعطيني ديس لايك اراءكم انتقاداتكم اسئلتكم تحت الفيديو بالتعليقات تركونا ياها من ردع الجميع ان شاء الله اشوفكم بفيديوها القادمة كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة